دعونا الآن مشاهدين الكرامنا نبدأ بقراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي ونعرج على أهم كتب فيها والبداية مع الكاتب أمير طاهر من موقع الصحيفة اليوم السابع مقالا بعنوان إيران البحث عن المنقذ أشار في بداية مقالته ألي أنه مع دخول الاحتجاجات الشعبية أو الانتفاضة الثورية حسب وصف بعض المحللين في إيران شهرها الثالث يبدو أن الدولة المضطربة تسير في طريق مسدودة لم تعد فيها الزمرة الحاكمة قادرة على تهليئة الوضع ولا على سحق الانتفاضة كما فعلت في مرات سابقة ويواصل مقالته قائلا فوجئ العديد من معارضي النظام أنفسهم بما بدى دفاعا عفويا لحالة الزخم السياسي ضد نظام محتضر بعد فشلهم داخل إيران وخارجها حتى الآن في توجيه هذه الطاقة نحو تغيير النظام وهكذا يبحث النظام الخصومي على حد سواء عن حل من السماء يضع حد لجميع مشاكلهم ومعاناتهم بضربة واحدة بعبارة أخرى يسعون بقوة إلى إيجاد حل يعيد الملال إلى ساحات المساجد وداخل جدران مدارسهم الدينية ويقنع الشباب الثائر بالعودة إلى الجامعات والكليات والمدارس الابتدائية والأطفال إلى رياض الأطفال ويكمل كاتبنا مقالته متسائلا عن الحلول ومن أين تأتي هذه الحلول أولئك الذين يأملون في إنقاذ النظام الخميني والذين ما زالوا يشعرون بالحنين إلى ثورة على الشاه التي قامت قبل خمسة عقود يبحثون عن المنقذ في فيلق الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي وافق أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الإسلامي البررامان المبتذل المؤلف من مقعد أو من مائتين وتسعين مقعدا على دعوة الحرس الثوري الإيراني إلى تدخل وحجد كامل قوته لتطهير البلاد من العناصر المناهضة للنظام وأضاف قائلا وعلى الجانب الآخر نشرت مجموعة معارضة تعيش في المنفى رسائل مفتوحة إلى قادة الحرس الثوري تدعوهم إلى القيامة بانقلاب وطرد الملالي من السلطة وعلى الطرف الآخر من الطيف تأمل الشخصيات والجماعات القومية والديمقراطية في أن يأتي الحل السحري من الجيش الوطني النظامي لكن كل الطموحين يواجه عددا من العقبات أولئك الذين يريدون أن يلعب قائد الحرس الثوري الإيراني الدور البونا بيرت يتجاهلون حقيقة أن الحرس الثوري هو علامة أو شعار أو امتياز أكثر من كونه جيشا ثوريا مثل ذلك الذي قاده نابليون الذي حقق العديد من الانتصارات المذهلة وشدد الكاتب بالقول أعلم أن هذا قد يبدو غريبا لكن قد يرى المرأة أن الحرس الثوري المفترض أن يكون حارسا لثورة بات سببا رئيسيا لفقدانها الشرعية وسقوطها في نهاية المطاف فالحرس الثوري الإيراني لن ينقذ إيران من كابوس الخميني لأنه كان ولا يزال الأداة الرئيسية التي تدفعنا إلى ذلك الكابوس إذن هل يمكن للجيش النظامي أن ينتج بونابارت الذي يسعى إليه الكثيرون؟ جوابي هو لا لم تطور السياسة الإيرانية بعد ثقافة الإنقلابات العسكرية وختم قائلا اليوم كما كان الحال في عام 1921 يعد الجيش الإيراني حتى على افتراض أنه لم يتحول إلى شبح ذاتي في ظل النظام الخميني شخصية تبحث عن مؤلف أكثر من كونه مؤلف قادر على إنتاج رضا شاه جديد أي كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمور فإن النظام الحالي لم يعد يعكس هوية إيران كدولة شابة تطمح إلى بناء حياة طبيعية واكتساب وجود في العالم الحديث وهو أمر لا تستطيع عمامة الأقبع عسكرية توفيره إيران لا تحتاج إلى انقلاب العسكرية لاستبداد شكل من أشكال الاستبداد بشكل آخر ما تحتاج إليه هو إجماع وطني لاستعادة نظامنا الدستوري وتطلعاته التي أنتجت رضا شاه في سياق السيادة الوطنية وسيادة القانون بعبارة أخرى توقف عن البحث عن المنقذ وابدأ في النظر إلى المسار الذي اختاره أولئك الذين يسيرون نحو مستقبل أفضل لإيران